خلينا في البداية هو اختلاط ولا مشاركة؟ ما هو تجميل اللفظ ذات نفسه يديكي نعمل أريحية بقى والتعامل والكلام لا احنا عايزين نوصف الحاجات بتوصفها الصحيح وبمسميتها بخير انتفق ان ده اختلاط فكرة موضوع الاختلاط او زي ما تقول ولا ده مجال عامل انتم بتكلمونا دلوقتي في القرن 21 و22 و22 فمن فضلكم كلمونا بالواقع اللي موجود انا في جامعة عندي سكشن مثلا فيه لازم يجي معايا اولاد فيه ويبقى فيه اختلاط فيه عندي في الدرس عندي في المدرسة عندي في مجال العمل الشغل والزميل العمل طب خلينا نتفق على بعض المصالحات خلينا عشان نسميه لا لنبعد ويبقى الفجوة بين البنات والشباب كبير وفي نفس الوقت احنا بنرفع واقع حقيقي موجود الواقع الحقيقي الموجود ان فيه فعلا تعامل وفيه امور مش هينفع ان احنا نفصل فيها الامر حتما ولابد هيحصل نوع من انواع المعاملات تمام رأي الشرع في موضوع الاختلاط وموضوع نزول المرأة سواء للعمل او نزول المرأة في جانب العمل او التعامل داخل الجامعة ما هو المشكلة بتبتدي من كده موضوع السكاشر موضوع ان يبقى فيه مشروع مشترك والكلام طالما هو جروب اسمعوا بنات ودي الشروط عشان بس نخلص من القصة دي احنا خلينا نتفق ان ما اجتمع رجل وامرأة لو كانت الشيطان سلاسهم والله عز وجل هو اللي خلقنا فهو اللي عارف كتالوجنا وهو اللي عارف ايه صح لنا ويلغت ما جيش هنفتي ما يبقاش رأيي قال الله وقال رسول الله وعندك جمهور علماء ويبعدين يجي احنا نفتي نقول لا اصلا معلش انتوا بتتكلموا لا مفيش حاجة اسمها من زمان ومن قريب الشرع الشرع والامر ولكن احنا عايزين نقلن بعض الامور بخطوات صحيحة بحيث انت لا بنت يبقى تعامل كله محطوط في مزاج حسناتك ما يتخدش عليك امر ولا تطلع عليك السمع ولا كتقولك ما هم اللي غلطانين يعني هم اللي شايفين كده وطلعوا الامر ده يبقى هم فكرهم اللي غلط لا اسمعي كلامي تطلعي وتتعاملي طالما جروب عام لو هنتكلم مثلا في جمع جروب عام الجروب العام بيتم فيه الدكتور مثلا او المعيد وبعدين الطلبة اللي مسؤولين عن المشروع الفلاني او الطلبة مع بعضيهم بيعمل مفيش حاجة اسمها اصلا هو هيخدمي على الخاص ويعمل شات منفرد مفيش حاجة اسمها اصلا بكلمتها ما تتكلم في قلب المجموع والرد يكون على رد المجموعة مش على رد اشخاص يبقى ممنوع الانفصال في شات خارج النقطة رقم اتنين لو انا نزلت نزلت بقى الاختلاط في العمل والكلام ده وده حكم طبيبة او مدرس امر طبيعي ان هي هيحصل نوع من انواع الاختلاط في العمل طيب ايه شروط عدوا معايا اول حاجة اللبس الشرعي انها يكون نزلة بلبس شرعي ان نزلها باللبس الشرعي ذات نفسه ده مش شرط ده ده واجب وفرض ولازم وحتما ولابد يعني الامر ده مينفعش قلبس بصوا اللي بيحصل ايه بقى دي زوجتي ومجاي لايط لقطة دي زوجتي جوة البيت اللي حطى المسكة حوالين عليها وربط علشان معرفش ايه شارعه وعمل ولبس ايه ومالكلفته ايه وصيح عشان خروج تاني يوم للشغل بقى بها صورة بأدم ده غلط احنا بنقول تنزلي انزلي باللبس الشرعي وزي ما انت مطالب ان انت ما شاء الله اغدى بالك من همدامك في البيت نفس الكلام طيب لو انا بنت يبقى الامر الشرع اللي هو ايه لا يشف لا يصف ليشبه لباس الكافرات ما يكونش زينة في نفسه ما يكونش معطر كل الامور اللي بتاع واسع في الفاض ما يكونش بنص الحديث انه يبين دقة ساقاها واتكلمنا في النقطة دي قبل كده طيب وارجعوا للحلقات يبقى اللباس الشرعي رقم اتنين ان العمل اللي انت نزلازت نفسه يناسب يناسب كينونة ويه بنية المرأة يعني حاجة مناسبة للمرأة بيجيش مثلا وطلع ويشير السقالة مثلا وطلع ابني عالسقالة يعني حاجات لا تناسب بنيتك ولا تناسب أصلا نفسيتك ولا الكلام ده فيختختاري عمل يناسب ولا يقوم بيه لا يقوم بيه إلا امرأة انت عارفين الواجب اللي يقوم بيه فهو واجب هي لا تقوم بيه إلا المرأة طبيبة النساء المدرسة في المدارس مثلا مدارس الطالبات البنات يعني الحاجات التي لا يقوم بها إلا المرأة ده رقم اتنين يناسب رقم ثلاثة إن يكون مشروع إن يكون الحاجة دي ذات نفسها مشروع يكون حلال ما يكونش راحة في حاجة حرام أصلاً مضطرة للأمر ده أياً كان مش هسبب طبعاً ولا هقولك عشان واش بننشر الحاجة الغلط لكن ما رحش مكان أعمل عمل حرام أو عليه قول شرع أو عليه تحريم شرعي وقول لا أصلاً نزلة ونزلة بالضوابط بس العمل ذات نفسه حرام رقم أربعاً يكون بإذن الولي يعني يكون ولي أبوكي يبقى أنا نزلة بإذنه وزوجك يبقى أنا نزلة بإذنه إلا إذا كان تم الاتفاق قبل الزواج في بنود الزواج إن هي بتعمل وتشتغل وكذا فهي الله أصملوش إنه يمنحها بعد أنت لما تم الاتفاق قبل الزواج النقاط دي تنقاط بسيطة وسهل في حاجات تانية بتساعدها اسمعوا معايا بقى وحفظوا عنوان الحلقة رفع الكلفة يزيد الألفة يعني إيه لما أتباصط في العمل أو مع المجال ده ساعة بيبقى مجال تطوعي يا مؤمنة مجال خيري رفع الكلفة ما بين المرأة والرجل في المكان التطوعي بقى خيري دراسة سكشن عمل يزيد الألفة تعودنا على بعض فيبتدي الكلام عادي وبتدي ما فيش حاجة اسمها غد بصر وده غلط وده الشرط رقم خمسة نسيت أقوله إن يكون غد البصر وخفض الصوت وقالا يضربن ما تلبس حاجة تعمل يبين جسمها وهي مش يعني تلبس كعب عالي ولا كعب بيطرقع ولا كلام ولا تخضع بالقول وغض البصر التلاتة مع بعض طيب أما ييجي بقى أنا رفع الكلفة عايدي بقى بعد ما كان يا أستاذة فلان إيه يا فلانة إيه كذا آه مش عارف إيه إيه ويدلحها بدلع وكلام ده وليسه كنا أين قصة وفي كل البرامج وكل القنوات بقولها وبكررها لكن هم وقعوا مع الشخص الغلط صراح واحدة داخلين مصلاح حكومية وقالوا لأ والله الأستاذة فلانة ديت هي بتاعت الخيط مستنى ومتيجة هم جات متأخر وإحنا قاعدين أول ما جات الرجل زميلها جيت جاري عليه عاملة إيه أخبارك إيه نتيجة الحملة طلعت ولا لسه أخبار الحد جالك إشان هطول الليل سهران هدعيلك عشان خايف عليك طبعا هيما شافت نطاق مخمرة ونقابات وقفين فيعني إيه اتخضت اتخضت سيبنا المصلحة وقالوا مش هتمديلك ولا قلت له ولا تمديش ولا بتاع قلنا لقول خطبة كذا وكذا زميل إيه زميل إيه رفع الكل فيزيد لقول إن أنا مرفع لكن أنا حط حدود والمرأة والله يا أستاذة من الخال ويا بنات يا اللي بتسمعوني البنت والمرأة بتعرف الأنسة بتعرف بتعرف اللي قدامها ده الكلمة دي فيها تتجاوز ناوي ولا لأ الكلام ده فيه حاجة الراجل بطبعه صياد فأمر طبيعي المكلمة شوف دي إيه ميتها إيه وضعها إيه كذا لو حسيت بكتل حطي حد على طول على طول ولا تسمحي لبتجاوز ولا بتسمحي حد يقولك يرفع الكلفة بينك وما بينه ولا مش تقبر ده مش تقبر ولكن ده واضح دود ولا تسمحي إن حد يسألك على حدك الخاص أعمل إيه لو تسألتي على سؤال حاجة زي كده وأوض فيه نوع من أنواع التعدي بتسكتي ثلاث ثواني أو خمس ثواني خمس ثواني دي كفيلة اللي قدامك خلاص يعني حيجي مأت وجهه وقريه خلاص ثلاث ثواني الخمس ثواني وبعد كده علم لا ينفع وجهل لا يضر شكرا اتعرف إيه ولانا أبدا ماينفعش نتجاوز معها في حد من الحدود وإنه في لانا دي حدودها ولا يمكن إن إحنا نتجاوز في أمر زي ده دوع المكتب المغلق ده أنا يعني أرفضه يعني جملة وتفصيل إنه يبقى هو وهي في مكتب منغلق ماينفعش لا ماينفعش يعني ينبقى مجموعة في قلب المكان يتفتح الإزاز ويتفتح الباب والكلام ده وبرضه حتى لو كده اللي اتنين في مكان واحد ده مصح مش أنا اللي بقول اللي خلقك هو اللي بيقول وما كان المؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله ربنا عالم يعلم لكش خيرة في الأمر ده ربنا قال لك إيه فعل كذا انتهي عن كذا ودي حدود الحدود دي ممنوع إن انت بس تحوم الحم حواليها الحدود هي تقرب منها تقويشك أن يقع فيها